فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فإن اليهود يجعلون يوم السبت راحة لهم ويتفرعون للعبادة والنصارى يجعلون يوم الأحد فاليهود يقولون يوم السبت لأن الله فرغ فيه من خلق السماوات والأرض واستراح بزعمهم لأنه تعب فاستراح فيجعلونه يوم راحة وقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى فالله كذبهم قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب هذا رد على اليهود وأما النصارى فإنهم يجعلون يوم الأحد يقولون لأن الله بدأ فيه خلق السماوات والأرض لأن الله خلقها في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة يوم الجمعة فاليهود يعطلون في يوم السبت ويجعلونه للعبادة والنصارى يعطلون في يوم الأحد ويجعلونه لعبادتهم وهذا لا يزال مستمرا الله جل وعلا اختار لنا يوم الجمعة لأنه اليوم الذي اجتمع فيه الخلق وفيه فضاء لا توجد فيه غيره من الأيام فنحن خالفناهم والله جل وعلا قال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه نعم إذن هذا له اتصال بدعوة بعض الكتاب لإجازة السبت نعم أقول هذا له اتصال بدعوة بعض الكتاب جعل إجازة السبت وموافقة البنوك وغيرها هؤلاء لا ينظرون إلى ما جاء به الإسلام من النهي عن مشابهتهم ومشاركتهم في أعيادهم وإنما ينظرون إلى أمور الدنيا والمسلم بالعكس المسلم ينظر إلى أمور دينه أولا ويأخذ ما وافقها من أمور الدنيا أما ما خالف الدين من أمور الدنيا فإنه يترك أمور الدنيا